اصحادك تستقبل الاتصال ده وتوجه له التهنئة قبل ما انا اوجهه له الكلام واسف لمواطعة حضرتك معنا على الهاتف الكابتن محمد عصام الطيار من نجمنا في كأس العالم لكرة اليد وحارس مرمى ومنتخبنا الوطني لكرة اليد تفضل يا استيسة باني يا كابتن مسير خير مبروك مبروك يا طيار البطولة وعايز اقول لانا كمواطن مصري قد ايه كنت حاسس بالفخر وحاسس بالسعادة وحاسس بقدي ايه بالشموخ المصري وانتو بتلعبوا في الكاس العالم لان انا انا عارف ومدرك تماما ان احنا بكل المعطيات انتو يعني ما فيش في كل المعطيات كل الظروف مهيئة ليهم هم مش ليك انما نبقى ند لكل ابطال العالم وان احنا نحقق ده وانه نبقى تامن العالم ونقف مع الكبار مع التمانية الكبار في العالم ده شيء عظيم لدن يعني ربنا يبرك لكم ويساعدكم زي ما اسعدتونا كلكم ده الرزق الاولاني الرزق التاني انا عايز اقول يعني انا اشفق عليك يعني على على فكرة الحارس المرمى بتاع كورة اليد ده لان الناس فكر ان يكون صغير انما ده الرزق ده يعني انتو اللي يكون فعونكو يعني اصعب مركز بيتيالي في الفرقة قولي كان احساسك ايه في المتشدية يا تي طيار اول حاجة انا عايز اه اقوله عجب التالف مبروك والله الحمد لله احنا احنا في الفرقة كنا بحاول دائما ان احنا على قد على حصة زمن الناس مش شعب اه كنا نحن ان احنا عايزين نوري الناس اه ان يكون في مصر اه احصول ان احنا ان خطنا تلك اللي يتعبنا كان حي موجود جانب كده كان احد اهدافنا ان احنا نوسي كورت رياد لمغانيتها الصبعية في مصر جيل اللاهب الطيب جيل ده دي لحق انجازات كبيرة احنا نصدرنا ان الحمد لله نحنا نركع يعني نركع انجازات في جدادا كونتين وواحد. احنا شعبات الناس. احنا ان احدان نكسك شعبات الناس. اذنه انه احنا نكسك شعبات الناس اللي اول اجمع داخلين بجود. احنا ايج بجود بجود. اه شدي كريتات في مصر. ام. ازماعة داخلات الناس اثناثة كبار. حاجة احنا الفترة الناس في سالة سالة. ام. اه ثانية حاجة عايز اقولها والله طبعا كان شهر سعر بجدا. كانت نكسك صالح اول سغير اول كس علي مني. ام. ام. اي في اللعبة. فعلى طول يساله. وعلى طول في ظهري. وعلى طول في ظهرينا كلنا كالعيب وصوري. احنا ماشيون بخطة ثابتة جدا ناحية حلمنا. 2021. اتضينا ركع انجازات ليهدف مناديه. بس احنا احنا اتضبط برمكار بسي له وفطة ازاي. يعني كابت محمد حسب كلامك اولا انا بكرر التهنئة اللي بدأ بيها كلامه ناقدنا والاعلامي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي. وبقول لك مبروك ومبروك لكل الفريق. واسعدتوا مصر والمصريين بهذا الاداء الرائع والمشرف. هل احنا ماشيين في كاس العالم اللي انتهينا منه بالفعل. والبطولات الجاية وفقا لبلان مستمرة. خطة مستمرة. وبرنامج عمل مخطط له على مدار اكتر من عام واكتر من بطولة؟ احنا احنا بدأنا قد تضمط الاستاذاب لكاس عالم 2021 من فعلا من بطولة شهور. كان بنزمنة كاس عالم دوت خطوة من خطوات اه من خطوات 2021. اه ممكن نكون احنا خدنا خطوة ديها تواسعة شوية عشان نتعطى صمح. ناس بعد شد الناس الـ 2020 نشد الناس اللي عطاقية السيئة ونشد الناس اللي لولمبياد طوكي ان شاء الله نحنا نطلعها ان شاء الله. اه اه اقدر قول ان احنا بشد خطوصات تجزا نحن في 2020 نحن في الحلم بتاعنا اه نحن يتخلمنا كلنا مش كلاعيبة رس كجهاز وكاسحاد وكوزارة شعب ورياضة اه وكوزارة شعب ونصر كل اللي احنا رجعنا له رجعنا له حدة اللي هي الان جول بقى في ديها اللي هو في مصر. في لعيبة في مصر يا جماعة في لعيبة ببور قادر انها تعمل انتزاز تقدروا توصلوا للمركز ايه توقعاتك من واقع وجودكو في البطولة والشكل الرائع اللي ظهرتوا عليه والتنافسية الشديدة مع اقوى الفرق في العالم يا كابتن محمد. متوقعين انه ممكن ننافس على مستوى ايه او لقب ايه ان شاء الله في البطولة القادمة وخطة مقدمة جدا والموضوع ان احنا حققنا حاجة كويسة جدا بمنظر مشاردة جدا في كافة عالم ده. حاجة مزيانة داشة اقوى ان احنا يا جماعة احنا ان شاء الله نقدر ان انامل حاجة في العالم ازاي وفاصلتها ازاي وان شاء الله ان شاء الله ان احنا نعمل حاجة كويسة جدا ان شاء الله استاذ براهيم تفضل احراك حبا اه عايزة استاذ محمد احنا كم واحد من المنتخب محترف في اوروبا يا محمد احنا في اربعة اه عايزة وكريم الداوي وانضوح حاشب وامحمد ثاني اربعة اربعة هو طبعا انه في الاول ان شاء الله وارد جدا لما فيها كل سنة جاية يعني وارد جدا بعد المستوى اللي احنا في هذا ده هي عروف كتير جدا يقدمت للناشة كتير جدا مننا وارد جدا من السنة جاي بفيه اكتر من اكتر من اكتر من الاربعة يمكن اكتر من الكمانية تاكتر ان شاء الله اصلا جاية يعني بي حاجة خير للنعبى وخير شئة كلنا ان شاء الله بشكرك جدا كابتن محمد ومبروك مرة تانية التهنئة لك وللجهاز الفني وللمسؤولين في اتحاد كرة اليد المصري وكل زملائك طبعا نجمنا فيه منتخبنا اللي شارك وقدم هذا المستوى الرائع والمركز التامن فيه كأس العالم لكرة اليد بشكرك شكرا جزيلا